السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله للأخوان وبياكم معكم أخوكم ولا عصام اليوم إن شاء الله بإذن الله نحب أن نتكلم على كرس جديد هو عبارة عن كرس خاص بالفرجوليزيشن تكنولوجي أو بالتقنيات الافتراضية المقدمة من مايكروسوفت نحن انتهينا من الكرس الخاص بالفرجوليزيشن تكنولوجي المقدم من شركة VMWare والبروتكتس اللي كان اسمه V-Sphere 5.1 وانتهينا من الفرجوليزيشن تكنولوجي المقدمة من شركة Z-Rex وكان اسمه Z-Server 6.1 واليوم نحن إن شاء الله بإذن الله بنبدأ أول حلقة في تسجيل كرس Windows Server 2012 Hyper-V Release 3 أو Hyper-V 3 أو Hyper-V version 3 لإصدارة التالي في هذا الكرس ايش بنتناول؟ تعالوا نشوف ايش بنتناول في الكرس ده بنتعلم Hyper-V Essential وبنتكلم على Hyper-V with Windows Server 2012 أو ما يسمى بالFree Hyper-V وبنتكلم How to manage Hyper-V in Windows Server 2012 Create Virtual Machine Configuring Virtual Machine Hyper-V Virtual Switch إضافة إلى Use Storage Use Hyper-V Storage Migration Live Migration طبعا حتى لا أكون قد أقفلت Storage Migration هذا ما يعادل عبارة عن S V-Motion V-Motion على V-Sphere ولكن بالنسبة لـ Live Migration هذا ما يعادل مع V V-Motion على V-Sphere بشكل ده بنتكلم على High Availability with Windows في Level Cluster إضافة إلى Hyper-V Replica تفرج المachine Conversion with Hyper-V and install free Hyper-V Windows Server 2012 with no rights with virtual machine Building Windows Server Hyper-V Lab إضافة إلى Enable Client Hyper-V Windows 8 دي الشيلي بالناقشة في هذا الكرس How to use this course عشان تستفيد من الكرس ده بديهي جدا إنك بتستمع الدرس ودي واحد إذا في شي مش مفهوم أو في شي مش واضح فإمكانك أنه أنت توقف الفيديو وتأخذ نوت أو مفكرة وتكتب ومش بس كده لا أسمع مرة ومرتين أطلع البلوغس الخاصة بالفرجوليزيشن تكنولوجي أقرأ إضافة إلى أنه ممكن تسأل وعشان تستفيد من الكرس لازم تبني اللاب الخاص فيك أو اللاب الخاصة فيك باستخدام أحد المنتقات قد يكون تستخدم Hyper-V Client Type 1 أو ممكن تستخدم VMware Workstation 9 إضافة إلى إذا ممكن تتعامل إنت مع الـ Online Microsoft فرجول لاب ممكن تتعامل مع اللابات مباشرة من موقع مايكروسوفت ويبلد الـ Hyper-V Lab إنت بتبني الـ Hyper-V Lab أو الـ كمبيوتر وهذا الشيء بالنسبة للطلاب أو الطلبة اللي بيدرسوا في الجامعات هذا موضوع صعب يتوفر لهم فالفرجوليزيشن تكنولوجي ككل يساعدت في موضوع الليرنج Certifications إنت ممكن تتعلم الكروسات الخاصة بالـ International Certificate زي TMG زي الإكشتشينج زي SharePoint زي الـ Network Plus إلغ مجموعة من الكروسات إضافة إلى تيستينك إنت بتصنع على Hyper-V أو بتصنع على فرجوليزيشن تكنولوجي لاب قبل ما تنفذه على الـ Real Live فتحتاج أنه إنت تتست البروجيكت وتشوف كيف شغال على فرجوليزيشن عشان ما ينفعش تنفذ مباشرة أو تعمل عملية Implementation على الـ Real Live ولا قدر الله حصل شيء أو حصل فليار أو حصلت يعني أشياء غير متوقعة فكذا تكون يعني نحطيت ما بين المطرقة والسندان فما ينفعش فلازم في كل الحالات لازم فرجوليزيشن تتست اللاب الخاصة فيك أو تتست الـ Environment اللي بتحتاج تعمله Implementation على الـ Real Life Development كثير من الشركات بدأت تطور Application شغالة على فرجول و الماشين وهذا مقدم للشركات الكبيرة مثل شركات سيسكو مثل شركات V-Omware مثل شركات ستركس حاليا مايكروسوف تدخلت لهذا السوق كمان وهي عبارة عن فرجول Appliance مجموعة من البرامج أو ما تسمى بال V-Apps ممكن تشتغل مباشرة على فرجوليزيشن تكنوليزيشن Building Your Lab أشي اللي بتحتاجه في الكورس أو كيف بتبني اللاب الخاصة فيك في الكورس ده أول شيء أنت ممكن تبني Physical Lab أو Physical Hyper V Lab ودي واحد يعني بتشتري سيرفرس حقيقي والسيرفرس ده يكون سبورت على الفرجوليزيشن تكنولوجي أو مايسمى بال VT باي انتل أو بال V باي شركة AMD هي عبارة عن فرجوليزيشن تكنولوجي سبورت من البروسيسر وبتستخدم برنامج للناس اللي عندهم الإمكانيات شحيحة ممكن تستخدم برنامج ال V-Omware Workstation 9 مع كتابة السطر ده في ملف الكونفيق الخاص بالفرجول ماشين وهو عبارة عن ال Hyper-V .CPUID .V1 تعطيه فولس حتى تقدر تشغل ال Hyper-V على ال V-Omware نحن عارفين انه انت مش ممكن تشغل ال Hyper-V على ال V-Omware Workstation 9 وكمان مش ممكن تشغل ال Hyper-V على ال V-Sphere فلكن مع تعديل ملف الكونفيقراشن ده انت بإمكانك انك تتست وتشغل على ال Hyper-V بشكل سلة سومرين وكأنها منصبة على Physical Server تشغل ال Hyper-V Type of Hyper-V Hyper-V عندك مجموعة من إصدارات الخاصة بال Windows أو أربع إصدارات الإصدار الأول ما يسمى بال Foundation وهذا ما يسمى Portage Virtualization Technology يعني ما بتقدرش تنزل هذه رول طبقة ال Hypervisor فيه وال Foundation هو عبارة عن إصدار من إصدارات Windows Server 2012 هو بيجي باي ديفولت منصب أو مستب لما بتشتري سيرفر من شركة Dell أو لما بتاخد سيرفر من شركة HP فال Default Operating System هو عبارة عن Windows Server 2012 Foundation اتنين عندك Essential Edition كمان ما عندش فرجغل Technology إضافة No-Write Hyper-V عندك ال Standard Edition وذا بيسمح لك لغاية إثنين فرجو الماشين تنشأ على Standard Edition لكن ال Data Center يسمح لك إلى Limited فرجو الماشين أو Hyper-V Technology فعشان كده الرخصة الخاصة بال Data Center مكلفة جدا وبعضة التمن هذا السبب الرئيسي حقيقة فإنت عشان تنزل طبقة ال Hyper-V وإبكانك تستخدم واجهة ال GUI Interface أو Graphical User Interface عن طريق كتابة أمر في PowerShell وكده تقدر تنزل طبقة ال Hyper-V Hyper-V Server 2012 عندك Free في إصدار من إصدارات Windows Server 2012 بالأسم ده اللي هو عبارة عن Hyper-V Windows Server 2012 وطبعا عبارة عن Free وبدون Graphical User Interface وعندك ال Client Hyper-V واللي ممكن تستبق أو تنصب على Windows 8 بشرط أن البروسيسور يكون supported SLT إضافة إلى support 64 bit virtualization technology أحد تقنات الإفتراضية ولازم تكون enable من ال BIOS فهو عبارة عن إصدار مطور أو ما يسمى بال Hyper-V Type-1 Hyper-V Type-1 حقيقة وهو مطور من برنامج البرنامج اللي كانت Microsoft تنتقو تقريبا في عام 2004 إلا ما أكون قد أخطعت فهو عبارة عن Hyper-V Type-1 زي ما تشوف عندك فنحب نتكلم عن components أو المتحدة اللي لازم تتوفر فيه الهاردوير requirement Windows Server من إمام requirement فبتطلب Windows Server أدنى شي 1.4 GHz CPU وشرط أنه يكون supported 64 bit 512 MB of RAM تخلي بالك نحن نتكلم عن requirement فقط دي بتشتغل على Windows Server يعني كل ما بتنزل رول ما ينفعش ده اللي بيحتاج Windows Server فكل روز وبتنزله فبتطلب resources والمقصود resources أني بتطلب رامات وبتطلب processors وبتطلب storage أو spaces عندك 30 GB disk space إضافة إلى DVD CD room mouse keyboard وارد وارد كارت جاشا Internet access actually كمان hardware requirement أو real world hyper v server ده بتحب تنفيدها على أرض الواقع فلازم يكون multiple or multi core 64 bits CPU with virtualization technology by intel or virtualization by شركة AMD شركتين عريقتين جدا ولهم تاريخهم في صناعة التقنيات الافتراضية معك 8 أو 16 أو 32 GB off-ram ما فيش مشكلة local storage or SAN or NAS storage خاص بالnetwork بالnetwork storage إضافة إلى multiple nic عشان نستفيد من تقنية ال nic والload balancing والfill over 1 GB at least أو recommended حتى تقدر تشتغل فيه Hyper-V requirement بتطلب الhyper-V إن البروسيسر يكون supported intel virtualization technology أو ما يسمى بالVT بالنسبة إذا كان AMD هو عبارة عن virtualization V DEP hardware enforce data execution provision أو ما يسمى بالDEP must available and enable from the BIOS لازم يكون كمان enable من BIOS مباشرة بالنسبة SLAT مش required for Windows server 2012 Hyper-V ولكن required على client Hyper-V install installing Hyper-V Enable Hyper-V in Windows 8 نحن الآن بنتكلم كيف بنحفز ميزة الهايبر في في ويندوز 8 ولكن عشان تتعامل مع الفرجوليزيشن تكنولوجي تايب 1 المتواجدة على مستوى ويندوز 8 فشرط ان السبيو يكون سابورتت على 64 بيت وشرط اني انتل تكون دعمة في رجوليزيشن تكنولوجي او AMD في رجوليزيشن انيبل فروم دابايوس لازم السكنت ليفل ادرس ترانسلاشن SLAT يكون سابورتت ولازم أتليست يكون عندك كالرسورسس للرام 4 جيجا بايت عشان تعمل انابل الهايبر في في ويندوز 8 شرط ان النظام التشغيل تبعك في ويندوز 8 لازم يكون برو او اسنشيال بالشكل ده تمام؟ فعشان تشتغل على الهايبر في ولازم يكون اربعة وستين او سيكستي فور بيت بالشكل ده فلازم انت عندك طريقتين الطريقة الاولى انك عندك بتروح من الكنترول بانالو بتروح من البروغرام وات فيتشيرس وتعمل انابل الهايبر في الطريقة الثانية انه باستخدام الكموند لاين او باستخدام البروغرام او باستخدام البروغرام انت ممكن تنزل الانترنت لكن البروغرام اذا يحتوي على نوف رجوليزيشن رايت اضافة الى ما عندوش جوي انترفيز او جرافيكا اليوزور انترفيش عشان تتعامل معه اشبه بالسيرف ركور فانت بتحتاج تتعامل مع البروغرام او بتحتاج تتعامل مع الكموند او ما يسمى بالدوز عشان تنزل نسخة الفري اديشن الخاص بالهايبر في فانت ممكن تطلع على موقع مايكروسوفت اللينك ده الرابط الثاني ولازم يكون عندك مايكروسوفت اكاونت او تلوك اكاونت فانت ممكن تنزل او تدخل على الاكاونت الخاص فيك مباشرة وتنزل الفري هايبر في داونلود انت انستول هايبر في فانت بتعمل او الاصدار اللي بتنزله هي عبارة عن ايزو اميش ولازم تحفز عبارة عن الريموت سيرفر ادميستراتيف تولز بالشكل ده او مايسمى بالر اس اي تي عشان تقدر تتولى عملية المنجمنت مباشرة عشان ما عندكش اي انترفيس فلو تطردنا انه سيرفر ده الخاص بالهايبر في الهايبر في فانت بتحتاج الى لابتوب وتنزل فيه مباشرة ال ار اس اي تولز او عن طريق الهايبر في تايب وان فانت بتكون نكت عليه مباشرة عشان تتولى عملية المنجمنت من جرافيكال انترفيس مع العلم انه بالامكان انك تشتغل كمان على الباورشيل عن طريق الكمود لاين تعال شوف ونتكلم على كيف بنعمل عملية انابل وكيف بنعمل عملية او بنخلي في اموير وركستيشن ناين يقدر يتعامل مع الهايبر في بدون اي مشاكل طيب انا عندي هنا ده بتلاحظ مايكروسوفت هايبر في نوع كلاينت فبحتاج ان انا ادخل على المسارة الثالي رايتكليك بروبرتيز وبروه على اوبشنس وباخد المسار ده كوبي وبفتح الرن وبحط المسار ده وانتر بفتح الملف الخاص بالكونفج الخاص بالفي اموير برايتكليك عليه واب بنويد على النوتباد وبنزل الاخر سطر فيه بالاخير وباخد السطر ده اللي تكلمنا في السلايز اللي هو عبارة عن الهايبر فيزر سي بيو اي دي زيرو فولس تحطه في اخر شيء فوركزامبل هنا وتروح على قائمة فايل وتعطيه سيف وتحفظ عشان نتمكن انه نشتغل على الهايبر في بدون اي مشاكل اضافة ترى تطلع على السي بيو انا بعطيه اثنين كور وبعمل انابل خاصيتين انتل في تي او اي ام دي في وبطلع على الرام عشان هو اتليست لازم تكون عبارة عن اربعة جيجا بايت فانا بعطيه خمسة جيجا بايت من اصل الرام بالطب تخلينا اطيه خمسة جيجا بايت فبعمل اوكي ونعمل استرد دي واحد اثنين نحن ممكن كمان ننزل او نتعامل مع فبنصنع فرجو الماشين بنعمل ناكست كمان نستول ناكست فبنختار مايكروسوفت وبنفتح فلو بتلاحظ هنا باي دي فولت فكاتب لك هايبر في انسبورتي يعني مش مدعم للهايبر في فنحن بنختار ويندوز سيرفر 2008R264PT ونكتب هنا على سبيل المثال مايكروسوفت هايبر في كور بالشكل ده ونعمل مثلا ناكست فنختار او خنحن نعمل باك عشان نورجونايز العمل تبعنا فنذهب على المسار الثالي على سبيل المثال بالشكل ده ونطلع على الهايبر في لاب وننشئ فولدر وليكن نسميه HP على سبيل المثال 03 بالشكل ده ونكست فكده بيحدد على الستوريج ناخد نكست وفنش بالشكل ده يكون انتهى بس محتاجين نضيف السطر اللي تكلمنا عليه نطلع كمان على اوبشنز وناخد المسار كوبي ونطلع على الرن ونعطيه بيست وينتر ونفس الشيء نرايت كليك نفتح في النوتباد وناخد السطر كوبي يعني بالشكل ده في اي مكان في الباضي مش شرط في الاخيرة فنعمل فايل وسيب بالشكل ده ونكون حفزنا الهايبر فيه المحتاجين نطلع للبروسيسر ونعطيه اثنين كور ونعمل كده خلح نغير في الرام ونعطيه اربعة جيل بالشكل ده ونقول اوكي يبقى هنا انه نستعير السيدي يوز ايزو ايميج براوز بالشكل ده نحن نروح الى هنا ونطلع مباشرة الى الميكروسوفت هايبر فيه ونختار السيدي ده ووكي والان نعمل ستارت انا عندي ويندوز هنا سيرفر 2012 ودجرافيكال انترفيس وعندي هنا ويندوز 8 زي ما شايف انت الان عندك وانا عندي هنا ويندوز سيرفر 2012 كور او الفري او ما يسمى بفري هايبر فيه فكذا الان بنعمل عملية انستوليشن فمسألة تحميل الفري هايبر فيه او ويندوز سيرفر 2012 هايبر فيه مسألة تحميله بسيطة جدا سهلة جدا ما تحتاجش الى تعقيد فنستنى لغاية من تهي مسألة ونكمل ونكمل كده يكون انتهى من من اللاودينج فايلز فنحنا محتاجين فقط بس نشوف الانترفيس الخاصة بالانستوليشن هي عبارة عن انترفيس بسيطة جدا او نفس الانترفيس حقيقة الخاصة بتحميل ويندوز سيرفر 2012 بس الغرض او الفرق فيها انه بيكتب لك هنا ميكروسوفت هايبر في سيرفر 2012 2012 وبعمل نكست وتعمل انستول ام going to select the default options ميكروسوفت اوكي بشكل ده فلازم نعمل accept على الميكروسوفت الخاصة بميكروسوفت عشان يتمكن فهذا عبارة عن اول الانستوليشن فعشان كده بختار custom بخلي خيار default وتعمل next وبالشكل ده الهايبر في يبقى تنزل على السيرفر تبعنا ونرجع لها بعد ما تنتهي فبياخد few minutes سريع جدا مسألة التحميل لانه core ومعندوش graphical interface تعالوا نشوف كيف نعمل عمليات الهايبر في في windows client نعمل login as administrator في الاول بالشكل ده بالشكل ده نحط الكردين شير الخاص بالadministrator او الباسورد الخاصة اللي بتيح الadministratorية من login وكده نحن محتاجين نكتب كلمة نختار على default programs بنختار البروغرام عند فيتشرز بترويندوز فيتشرز وكده وكده بتطلع وكده بتطلع وكده بتطلع وكده وكده بتطلع بالشكل ده وكده وكده بيبدأ يعمل عمليات بيسرش بيشوف المطلبات الخاصة بالريكورد الخاصة بالبي ام وبينزل طبقة الهايبر في وبعد نزول طبقة الهايبر في بيطلب رستار للجهاز فانت كمان ممكن تطلع عن طريق CMD وتكتب ميكروسوفت انفو 32 وانتر فتطلع لك الميكروسوفت انفورميشن او ما يسمى بالمس انفو 32 فالان بيعمل عملية ترفيش الانفورميشن فممكن تخذ الاسكرول وتنزل لآخر شيء فهذه العبارة عن أربعة سطور الخاصة بالهايبر في فلازم تكون كلها عبارة عن الفاليو الخاصة فيها يس 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 تمام بشكل ده فانحنا عندنا الخيارات كلها يس وكده يعمل او يعمل عملية انستوليشن للهايبر في تايب 1 علما انه طبقة الهايبر فيزر او الهايبر في تكنولوجيا المتواجدة على مستوى ويندوز 8 هي هي هايبر في من النوع الأول لكن المتواجدة على ويندوز سيروير هي هايبر في من النوع 3 فكده بيطلب رستارت فبنختار رستارت وبالشكل ده يس وننتقل على ويندوز سيرفر 2012 لان احنا انزلنا الفري هايبر في وعملنا عملية في ويندوز ومحتاجين ننزلها كمان على هايبر في ويندوز سيرفر 2012 هايبر في ويندوز سيرفر هايبر في ويندوز سيرفر هايبر في ويندوز سيرفر هايبر في ويندوز هايبر في ويندوز سيرفر نرسل هايبر في ويندوز سيرفر هايبر في ويندوز سيرفر ها فكرة انك تشغل في داخل تسمى المتداخلة مع بعضها البعض مش بالمالتيبل في ويندوز هايبر في ويندوز يعني بمعنى انه من ال في ويندوز سيرفر تمكننا من تشغيل تكنولوجيا اخرى من شركة مخالفة لشركة في ويندوز كده تروح على قائمة منيش كليك وتعطي ادرول انت فيجر العبارة عن الويزرد او الوقت من السكرين اللي بتسمحن احنا انه هنتمكن من عملية انزال rule or features على السيرفر ده بانعمل next ها ممكن تعمل escape ال default page دي عن طريق تعمل select ها بنتعامل على السيرفر ده مش عالي remote server فعشان كده بختار ال default وبعمل next ها بنتعامل مع السيرفر ده فنعمل check الhyper v او لطبقة الhyper v الhyper v محتاجة الى بعض الفيتشرز فزي ما تكلمنا من قبل انه rule بيحتاج لفيتشرز لكن العكس غير صحيح اللي هي عبارة عن powershell وال graphical interface اللي بيحتاج الhyper v عشان يمنج من خلاله فبعمل next هنا لو بحاجة انا ان انا انزل يعني ممكن remote server administrative tools by default بتنزل other features او ممكن انزل احد الفيتشرز مع rule الhyper v فكده نعمل كمان next هنا بس انه عشان ينشئ فعشان تنزل الhyper v فهي بتطلب انشاءه المقصود بالفير جول سويتش هو عبارة عن الكرت الحقيقي كل كرت شبكة متواقدة على مستوى الهوست اللي بيشغل احد حلول التقنيات الافتراضية زي الhyper v زي ال vmware كمان مثل زين server فبيحتاج الى كرت اذا كان عندي متواقدة اربعة كروت حقيقية متواقدة على مستوى ال esx او على مستوى الhyper v host او على مستوى ال vsphere فانا في دي الحالة ممكن انشئ اربعة فيرجول سويتش الغرض من عمل فيرجول سويتش هو اللي بيسمحل ان انا اكوننكت ما بين الفيرجول انفيرومنت مع الريال انفيرومنت يعني بعمل كونكشن ما بين الفيرجول ماشينس مع بعض البعض وبتيح للفيرجول ماشين انه تطلع العالم الحقيقي والعكس فكده ننشئ فيرجول سويتش روكماندد نعمل نكس انا بيسان ان انا لو بتعامل مع ميزة live immigration او بحيط ان انا انقل الماشين وهي شغالة يعني انقلها من سيرفر الى سيرفر او ما يسمى ب live immigration ففي ويندوز في في سفير يسمى بال v motion اضافة الى في زين سيرفر يسمى بالزين موشن فبختار الخيارات الديفولت لانه للسيشن خاصة بالكلام ده feel free to change يعني اللوكيشن الخاص بالهايبر v فمش ركوماندد انا من ركومانددش انك تحطه على السي لا بقولك حط برتيشن خاص بالهايبر v وعطيه اسم الهايبر v او عطيه اسم ال vms او اسمها من هذا النوع وحط فولدر سميه بالفيرجول وحطه فولدر سميه بالهايبر v وغير البات الخاص فيه انا بختار الديفولت عشان ما عنديش الا برتيشن واحد وعبارة عن برتيشن سي فلكن انت بريل لايف او ريال انفارومنت لا مينفعش تعمل الشي ده فتاخد هارد ديسك مستقل بحد داتو اذا امكانياتك بسيطة فتاخد برتيشن مستقل بحد داتو وتخليه مخصص فقط لل vms اللي متواجد عليه الريزن او الغرض الخاص بهذا الشي ان انا عشان اقدر ابكب كل ال vms دي من مكان واحد انا بعمل next وكده لو عملت check فبيعمل restart بشكل automatic او تلقائي فانا بختار on install عشان بعدين اسألنا على restart وكده تبدأ تنزول الhyper v تعالوا نشوف windows 8 لا فين وصل ونشوف الhyper v سيرفر تفين وصلوا يبدو ان الاثنين منتهوش من restart نوقف الفيديو لغاية ما انتهي تحميل ونرجع مرة تانية طبعا كده انتهى ليعمل عملية installation free hyper v اندو سيرفر 2012 فنبعث ال credential الخاص بال user administrator او نعمل عملية install password بالشكل ده وكده ال password فهذا عبارة عن طبقة الhyper v او عبارة عن free windows server 2012 hyper v فزي ما تشوف عندك ما عندش اي graphical user interface ما فيش اي انترفيس خاصة بال users وهو عبارة عن command prompt اضافة الى powershell او dose عبارة اضافة الى powershell command و لازم تستخدم امر ال sconfig حتى تتمكن انك انت تعمل عملية configuration على مستوى السيرفر على سبيل المثال فبنختار من انه حط network كبرج يعني نطلع على الكرت ونعطيه على سبيل المثال ونعطيه اوكي كمان نروح على windows 8 setting network adapter نطلع 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 اوكي نطلع 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 على الكرت الشبكة الخاص فينا لو تلاحظ معطاله ال IP address عبارة عن 192168.1.2 هذا اخذ من ال dhcb مباشرة فنحنا محتاجين ان نعمل عملية تغيير ال ال setting دي فباخذ رقم 11 هو عبارة عن ال index الخاص بالكرت فبعدين باختار واحد عشان اعمل ال address الخاص فيه فبحط نطلع ال IP مثل 192168.1.200 معمل انتر في شكل ده فممكن كمان نعمل اوكي نكفي نتأكد ال IP اللي حطيناه لا ما خزنش ال IP يعني طبعا نعمل فنعمل S ضغط انتر وكده نحط 192268.1.200 ضغط انتر وبيسألنا على ال default سبنت ماسك كمان هي انتر وبيسألنا على ال جتوية 1922.268.1.1 وضغط كمان انتر وكده يكون حفظ ال IP address فره لو عملت ال 4 ورجعت على 8 مرة ثانية فلو تلاحظ ال IP address الخاص فينا تغير بالشكل ده كده كويس نرجع ال Windows 8 Windows 8 يعمل ما زال login وهذا عبارة عن Windows Server 2012 ما زال بنصب ال Hyper-V نحن نوقف التسجيل لغاية اوكي انتهى هنا طبعا مباشرة لو بتلاحظ انت فكتب لي restart is bending شفت كيف فلازم فلازم ان انا بعمل restart حتى طبقة ال Hyper-V تتحسس وحتى لو عملت هنا فاعطالي notifications بيقول لي انه تعمل restart فام going to select restart يعني فتضغط عن mechanism دي و power و restart continue بالشكل ده وكده يكون Windows يتشتغل ونبعث 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 كده لو بتلاحظ لو شلنا نسكرور الي هنا فعندي خيارة فعندي ال Hyper-V manager اضافة عندي ال Hyper-V فرجو المشين فانا بختار ال Hyper-V manager عشان تفتح الانترفيس فهي نفس الانترفيس اللي متواجدة على مستوى ال Hyper-V Windows 2008 R2 ونفس ال Hyper-V متواجدة على مستوى Windows Server 2012 نفس الانترفيس الخاصة فيها ولكن ال Hyper-V type هو اللي بيختلف لو عما فكده يعمل عملية restart Windows Server 2012 جوي انترفيس فنحن نختار مرة ثانية Hyper-V manager عشان يفتح طب انه ما عليش انه بالفيديو ده بيكون في load شوية نوعا ما لانه نحن بنصب اللاب بنجاهز اللاب في تأخير عشان كده بالفيديو ده اللي حاصل فبالفيديوهات الباقية بيكون ما فيش اي تأخير عشان بتكون موضوع كله عبارة عن management و configuration وتعامل مع ال Hyper-V كده تكون طبقة ال Hyper-V أو ال Hyper-V manager اشتغل فانا ممكن من خلاله ان انا انشئ virtual machine في الاول بعمل connect to server فبا connect as a local على الجهاز ده شفت فهو طلع IT فانا بستخدم ادركمبيوتر هنا وليكن مثلا 192.168 192.168.1.200 وبعمل اوكي بيش شكل ده احنا بنحاول نصيح او نستعير ال Hyper-VD هنا مباشرة الى ال Interface اللي متواقده على مستوى Windows A حتى نتمكن من مسألة المناجمينت الخاصة فيه again connect E G P P P P P P P P P طب ورفضوا كونكته عليه الأسباب والأسباب دي منها إنه لازم يكون الريموت دي سكتوب انابل لازم نعمل انابل الريموت دي سكتوب حتى يتمكن إنه نكون نكت عليه بالضبط نشوف هنا مباشرة من الجهاز ده نحن بتلاحظ هنا ممكن نيو وننشئ فرج المشين أو ننشئ هاردسك أو نعمل امبورت أو نعمل ستينك خاصة بالهايبر في فالموضوع بسيء الوضع بسيط جدا يعني وكأنه عندك منجمنت انترفيس أو واقهة بتسمح لك من خلالي انه انت التعامل مع الفرج المشين فأنا ممكن اعمل هنا فينش بكل بساطة وكده بكون عملت فرج المشين غاية في السهولة وغاية في السرعة بس لو شغلت الفرج المشين دي بنفعش تشتغل الفرج المشين لسبب انهم عملتش ما فيش بوت ديفايز حتى يعني اكتشف البوت ديفايز ويشتغل شوفت الان لو عملت سنينتال كونكت ستارت بشكل ده شوفت فما فيش اي بوت ديفايز زي سي دي مثلا او هارددسك عشان تشتغل في الفرج المشين دي عشان كده ما بتشتغلش الفرج المشين طبعا هنوقف شوية تسجيل لغاية ما ينتهي البربريشن في موضوع الكنفوجريشن الخاص بالوندوز سيروان انتهت عمليات الستارت للفرج المشين طبعا زي ما تلاحظ هنا طلعت طبقة الهايبر في او الهايبر في منجر طلع مباشرة عندنا فنقدر نتعامل معاه ممكن بكل بساطة يعني تراي تكليك وتروح على هيبر في منجر او ممكن تطلع عليه من تولز او ممكن كمان تطلع من قائمة ستارت وتروح على هيبر في منجر فانت تختار بكل بساطة هيبر في منجر وهو دي هي عبارة عن الهايبر في منجر دي عبارة عن السيرفر اللي اتكلمنا عليه وكون نكتد فدي عبارة عن انترفيس اللي بنتمكن من خلاله انه بنعمل منجمنت للهايبر فايزر هذا الفيديو اتكلمنا فيه حول الركوربنت ولا بسيت اوب وكيف بنعمل عملية انستلاش الهايبر فيزر بالثلاثة الانواع الى هنا كان معكم اخوكم ولا عصام شكركم على حسن الاستماع وطيب الله وقاتكم شكرا كزيلا ترجمة نانسي قنقر